طيب خلينا نكمل لسه كلام عن الإسكان وشقق ولسه بنتكلم انه النهاردة صندوق الإسكان الاجتماعي بدأ بالفعل ان هو يستقبل طلبات التقديم في الطرح الجديد من شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل واللي بتشمل الأماكن والأسعار وشروط الحجز وكل حاجة الطرح ده هيكون لمين؟ الطرح ده هيكون لكل شخص أولا ما قمش بسحب مقدم جدية الحجز ولم يسبق ليه تخصيص وحدة سكنية وهيكون مفتوح لمدة شهر يعني الكلام ده لحد يوم الخميس 4 يناير 2024 الوحدات هتكون في أكتر من محافظة سواء في الفيوم البحيرة المينيا إينا أكتوبر الجديدة بنسويف وكل المعلومات طبعا أكيد هتكون متوفرة على موقع الصندوق الإسكان الاجتماعي زي ما قال الدكتور مصفى مدبولي الحقيقة هو مكان أو بديل آمن للناس اللي كانت عايشة في العشوائيات من حقهم أن هم يعيشوا حياة آمنة بجودة حياة بتحترم الآدمية والإنسانية ويكون مسكن لائق لكل أسرة إن شاء الله فيه العادي وفيه المتوسط فيه الفوق المتوسط مجهود كبير من الدولة الحقيقة عاملها وزي ما إيمان قالت في أكتر من محافظة يعني ده رائع وخطوة جميلة جدا 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 ما تنسوش لما كانت البيوت بتقع طبعا وشوفنا الناس لما تنقلت يعني في أماكن غير يعني ما كانت عايشة في العشوائيات عايشة إزاي ما فيش تعاليم كويس ما فيش مياه كويسة ما فيش رياضة ما فيش حاجة نهاردة بيعيشوا في أماكن فيها يعني آدمية وفيها احترام لجيل طالع هيطلع مستنير يطلع يعرف يتعلم يطلع في هدوء يطلع عايش في حاسس أنه في سكن هادي ومش عشوائي نضيف يقدر يتعلم كويس ينام كويس آمن بصي أنا شايفة أن الناس متفجأة هي الفكرة أن احنا ما عندناش وقت للكلام حقيقة ما عندنا وقت للخطوات الحقيقية والإنجاز على الأرض والعمل والتنمية احنا مبارح كان فيه طرح مشروعين رئيس الوزراء سلمهم بنفسه مبارح زي ما نشوفين ده الكلام ده كان مبارح مبارح يعني من 24 ساعة ده كان في السادات زايد وحداء أكتوبر مبارح ده المرحلة التانية النهاردة أعلننا وتكلمنا عن التالتة فبصوا حضراتكم شوفوا يمكن أن هنستعرض دلوقتي شكل المباني والمساكن من خلال المكتات اللي موجودة ودي تسلمت بالفعل يعني هنعرض أكيد طبعا على حضراتكم تقرير مفصلة ميدانية شوءة مش معنى أن هي جماعة المحدودة الدخل أو أن هي أهي 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 طيب النهاردة ويمكن مشوفها على طريق الوحات وإحنا رايحين وجايين أنا بقابلها دايما في طريقي وأنا جاي الشغل شقة زي دي لو هنتكلم بالمنطق يعني وبحسابات السوق 90 متر صافي إحنا هندخل في ملايين وشويتين طب شقة زي دي ومتشطبة والعمارات وجهتها شياكة والمكان كله في كل الخدمات اللي ممكن حد يتخيلها يعني مفيش حد كده هيحلم بحاجة ومش هيلاقيها أنا بشوفها وأنا ماشي على فعلا تريس بيوم زي ما قلتي هي فيها ما فيهاش التلوث البصري اللي كان بيحصل قبل كده كل حاجة لون وكل لا فيه هدوء وفيه حاجة تبقي فرحانة وانت سعيدة وانت دخل أو خارجة رايحة بيت بيحترم قدمياتك فيه فيه بنية تحتية فيه مية فيه أماكن رياضة فيه تشجير في طول الوقت اللانسكيب محترم لا حاجة طبعا يعني جميلة والمحدود يتدخل وكمان هما بيقولوا انها مفتوحة كمان لمدة شهر الناس اللي ما سحبتش المقدم بتاعها تقدر ان هي تستكمل وربنا يكرم كل واحد يا ربو يعيشه في سلام وأمان يا رب مصر بلد الأمان اللي ما سحبتش مقدم الجدية و اللي ما سبقش ليها ان هي حصلت على اسكان قبل كده برضو ده لي علشان اتاحت الفرصة للجميع ولسه مازلنا مستمرين في مزيد من المشروعات بالشكل ده انا عايزة بس انبه انه اقول انه مش معنى ان هي المحدودة الدخل ان هي محدودة في القدرات وفي الامكانيات وفي المساحات وفي التشطيب وفي الموقع العام لا بالعكس هي نفسها اللي بيطرحها اي مطور عقاري موجود في جمهورية مصر العربية او الدول المجورة بس تعالوا نقول 90 متر متشطابة بالشكل ده بالمواصفات والمعايير دي اي مطور عقاري هيترحها بكام واحنا النهاردة كدولة بنقدمها للمواطن بكام طبعا ده حقه اولا واخيرا والتشطيب الغالي وكده شايف المطبخ في اللقطة اللي فاتت كان منتهى الراوعة والجمال واللونين يجننوا مروحين للعين جدا جدا ده غير زي ما بنقول الخدمات اللي موجودة يبقى عندك اسعاف يبقى عندك مركز صحي يبقى عندك مكان الولاد يترياضوا فيه يمشوا فيه امنين جوه المدينة يعني الحقيقة حاجة جميلة وان شاء الله نستكمل بالخير يا رب اذن الله